السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتبعيه اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كل عام أنتم بخير كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم كل سنة وحضرتكم طيبين كل سنة وقناة الرحمة وكل العاملين فيها وإدارة قناة الرحمة بخير وبركة كل عام وحضرتكم وأولدكم وأحببكم بخير الله أسأل أن يجعل رمضان هذا العام بركة علينا وعليكم وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان وأنت عنا راض اللهم اجعلنا من أول المقبولين الفائزين في شهر رمضان اللهم اجعلنا من أول عتقائك من النار في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم ارفعنا به الدرجات وكفر عنا به السيئات وأدخلنا به الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين طمنوني عليكم أخبركم إيه؟ عامل إيه مع الله عز وجل؟ استعديت لربنا ولا لسه؟ استعديتي لربنا ولا لسه؟ جهزنا إيه للإقبال على الله عز وجل في شهر رمضان الناس يتجهزون في شهر رمضان فاعتبرونه موسم للبيع والشراء أو للطعام والشراب فتلاقي التجار المشغولين بالتجارة كل واحد فيهم بيجهز السلعة بتاعته ويخزم منها ما استطاع علشان يقدر يتاجر بيها في شهر رمضان فنلاقي تجار الجملة مثلا بيبدأوا يجهزوننا السكر والزيت والرز والمكارونة والمكسرات ويميش رمضان نجد هذا ونلاقي بقى المحلات والفروشات والناس مقبلون على البيع والشراء وأيضا المستهلك كذلك ينزل يشتري حكته وما يلزمه وزيادة قبل شهر رمضان وهذا للتجهيز علشان يبقى عنده كل حاجة تلزمه من لوازم البيت في شهر رمضان والسؤال المهم هل يترى يا أحباب كل واحد فينا جهز عدة إيمانية تنفعه إذا دخل رمضان وتكتب هذه في موازين حسناته جهزت إيه لشهر رمضان؟ نويت إيه لشهر رمضان؟ هنختم كام ختمة من القرآن يا أحباب إن شاء الله في شهر رمضان هذا العام؟ ناوي على كام ختمة السنة دي؟ ولا نوين إن إحنا نضيع رمضان في العزمات أو في الأكل أو في الشرب أو في سماع المسلسلات أو في سماع البرامج أو في سماع تلفزيون ليل ونهار أو في النوم أو في الشغل ليل ونهار؟ وحننسى العبادة في شهر رمضان هل نويت بينك وبين نفسك نواية يعلمها الله عز وجل؟ تعزم عليها إنها إن شاء الله نواية دي تبقى أعمال إذا دخل شهر رمضان؟ تكتب في ميزان حسناتك؟ تقول مثلا حختم كذا ختمة في شهر رمضان؟ وهدفي إن أنا أو اللي حوصل لي في ختماتي للقرآن في شهر رمضان حنفزه بالطريقة الفلانية مثلا حقرأ كذا جزء بعد الفجر كذا جزء بعد العصر حقرأ بعد صلاة الترويح كذا صفحة من القرآن فعملت نفسك خطة في ختم كتاب الله تعالى عدد من الختمات في شهر رمضان؟ ولا لسه؟ لو لسه ما كنتش نواية تعمل كده ابدأ معنا اللي لادي من الآن من اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دلوقتي من اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دلوقتي نجهز من دلوقتي النية بتاعتنا إن شاء الله وننوي أقول بقى بنا كبير ربنا حنو يا رب السنادي إني أختمي القرآن خمس ختمات حختمي القرآن ثلاث ختمات لو أنت مستكتر الخمس ختمات حختمي القرآن ست ختمات المقدار اللي أنت تقريبا تقدر تختمه خلال شهر رمضان وسيعينك الله عز وجل على ذلك ناوية صلي التراويح في أي مسجد من المساجد يا ترى ولا هنصلي التراويح في البيت السنة اللي فاتت بسبب وباقي الكورونا اتحرمنا من الصلاة في المساجد والمساجد كانت مأفولة السنة دي الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا ومن علينا بفتح المساجد خلال شهر رمضان وتصريحات الحكومة إن إن شاء الله المساجد مفتوحة في شهر رمضان وفي صلاة تراويح في المساجد في شهر رمضان ناوية صلي التراويح فين ولا برضو هنصلي برضو في البيت ونكسل في غيرنا من الدول النهاردة عندهم الوباء منتشر بزيادة فقالوا هنغلق المساجد محرومين والناس النهاردة عاملين على مواقع التواصل الاجتماعي عاملين حمالات علشان الحكومات تستجيب ويفتحوا لهم المساجد الكلام ده في غير مصر من بعض الدول الإسلامية نفسهم إنهم يصلوا في رمضان في المساجد إحنا الحمد لله وكثير من الدول العربية والإسلامية الحمد لله رب العالمين مساجدنا حتبقى مفتوحة في شهر رمضان وهذه فرصة طيبة للصلاة ولذوق الخشوع في الصلاة وللأنس بالله عز وجل من خلال الرباط في بيت الله تعالى فرصة كويسة جداً لنا إنك تقعد في بيت ربنا أكبر فترة ممكنة إنك تروح للفريضة تبكر قبل الفريضة إنك تصلي السنة القبلية في المسجد إنك تردد الأذان وإنت في المسجد إنك تلحق تكبيرة الإحرام ما تفتكش تكبيرة إحرام في شهر رمضان إلا وإنت جو بيت ربنا إنك تصلي السنة البعدية بعد الصلاة إنك تسبح الله وتستغفر الله بعد الفراغ من صلاة الفريضة إنك تاخد حسنة لكل خطوة تمشيها للمسجد ويرفع عنك خطيئة عن كل خطوة تمشيها برضو للمسجد إن كل لحظة أنت حتقضيها في بيت الملك جل جلاله وإنت قاعد منتظر الصلاة يكتب لك أجرها كأنك تصلي والملائكة تستغفر لك فرصة جميلة جداً لنا يا أحباب إن إحنا الحمد لله ما تحرمناش من فتح المساجد إنك تقرأ القرآن في المسجد بعد ما تصلي السنة القبلية إذا تفضل خمس دقايق عشر دقايق ما تنشغلش باللي داخل واللي طالع وتبص على ده وده بيتكلم بيقول إيه والولاد اللي بيلعبه أو بيتنططه في المسجد مثلاً أو بيتلهه أنت مش مشغول إلا بالله قاعد مرابط في بيت الله عز وجل ومعاك مصحفك تطلع مصحفك من جيبك وتبدأ تكمل الورد بتاعك أو تاخد مصحف من مكتبة المسجد وتبدأ تكمل الورد بتاعك الختمة اللي أنت ماشي فيها من الصورة اللي أنت كنت واقف عندها الخمس دقايق العشر دقايق الربع ساعة دي حتى يقام للصلاة أنت بتقرأ القرآن ومنشغل بالقرآن ناوي تصلي في أي مسجد السنة دي ناوي تصلي الترويح كلها ولا هتصلي نص الترويح وترجع تكمل في البيت أنا خايف تقول هصلي نص الترويح وارجع كمل بعد كده في البيت ترجع البيت تكسل ونصيحتي لكم يا أحباب السنة دي التعليمات اللي جاية للمساجد والإمة أن بخصوص هذا الوباء أن الصلاة يبقى مدة صلاة الترويح ليست طويلة فمش هيبقى فيه تطويل في الصلاة احضر الصلاة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة ما تفوتش ركعة إذا جلست في المسجد فصليت خلف الإمام حتى ينتهي من صلاته كتب لك أجر قيام ليلة فما تنقصش الأجر بتاعك بأنك تمشي ركعتين بدري تمشي أربع ركعات بدري أنك تصلي نص الصلاة أو تلتينها وتمشي تقولها كمل في البيت لا انتظر حتى ينتهي الإمام من الصلاة خلص الصلاة كلها مع الإمام وبعد كده ارجع البيت بالسلام وأمان إذا ربنا عز وجل أكرمك ووجدت من نفسك قوة وطاقة لأن تصلي كمان ركعتين صلي كمان ركعتين قبل من أنت متنام صلي كمان أربع ركعات قبل من أنت متنام لا إشكال نصلي مثنى 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 عن ركعتين 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 ابتقاء وجه الله تعالى يلا انت مؤثر في الفرائض او مؤثر في النوافل او مؤثر في حضور المساجد او مقصر في اي امر من اوامر ربنا فرصة لنا جديدة انك انت التوب قبل دخول شهر رمضان في اليوم ولا الاتنين اللي جايين دول باذن الله تعالى فرصة لنا ان احنا نتوب الى الله تبارك وتعالى وندخل رمضان وانحنا تائبين عائدين والتوبة دي يلزمها شروط اذكر نفسي وإياكم بها اولا توبة باخلاص يعني ما تقولش بالسانك بس ولكن قلبك بينطق بالتوبة قبل لسانك كمان جوارحك نوات انها كلها تتوب وترجع لربنا وتجدد العهد مع الله حنبدأ صفحة جديدة مع الله كي يغفر الله عز وجل لنا ما سلف من الذنوب في الحديث الصحيح والتوبة تجب ما قبلها كل الغدرات والفجرات اللي الواحد عملها الله يغفرها لك بالتوبة النصوح واول شروط هذه التوبة النصوح الاخلاص لله عز وجل العزم اللي تعود الى هذه الذنوب مرة اخرى الندم على ما فات من هذه الذنوب اي ذنب عملناه نندبق عليه ونتوب عليه نعزم فيما بيننا وبين الله ان مش هنرجع على اي ذنب صغير او كبير كنا بنعمله قبل كده مش هنصر على اي تأصير كنا مقصرين فيه قبل كده اي عبادة كنا مقصرين فيها ان شاء الله سنجبر كسرنا وتقصرنا فيها من الان من اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض دلوقتي دي من شروط التوبة يا احباب ايضا من شروط التوبة المقبولة النصوح رد المظالم الى العباد لو في اي حد لي اي مظلمة عندك ردها اليه بمعنى ايه بمعنى لو حد مثلا كنت اخذت حقه او اذيته او اغتبته فتحلل منه قل له سمحني انا والله عملت كذا وكذا وكذا في يوم من الايام انا اذيتك في يوم من الايام انا تكلمت في عرضك في يوم من الايام انا اخذت منك الحق الفلاني ده في يوم من الايام وانا برجعه لك تاني توبة الى الله فارجو انك انت تسمحني عشان ربنا يسمحني رد المظالم الى العباد او استحلالهم يعني انك تستحل منه انك تقول له سمحني لو سمحت سمحني عفى الله عني وعنك هذا مهم جدا نبدأ توبة جديدة وعلشان اشوق نفسي واياكم يا احباب الى التوبة تعالوا بنا الى كتاب الله عز وجل نتأمل هذه المواطن التي ادهشنا الله جل جلاله فيها بالدعوة الى التوبة في سورة المائدة ايات جميلة جدا 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 لو تأملناها مع بعضنا اللي لادي حتندهش من حب الله عرض التوبة على عباده ومحبة الله ومحبة الله اقبال العباد عليه في سورة المائدة يا احباب الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الآيات دي آيات تخلي قلب الواحد فينا إذا تأملها ينخلع حياء من الله جل جل الله حكم على من اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد حكم الله تعالى عليه بالكفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فدعاهم إلى الاعتقاد الصواب وما من اله إلا إله واحد وأوعدهم إن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ثم دعاهم إلى ما دعاهم دعاهم إلى التوبة بعد أن فسد اعتقادهم وكانوا في مرحلة إصرار على هذا الاعتقاد الفاسد دعاهم الله عز وجل إلى صحيح الاعتقاد ودعاهم إلى التوبة قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه بعد لما كانوا كفار ربنا عز وجل بيقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والسؤال الآن هو إحنا وصلنا في إصرارنا على ذنبنا أو معصينا وصلنا إلى مرحلة الكفر والعياذ بالله الجواب لا أقول حتى ولو وصل واحد إلى مرحلة الكفر لو واحد كفر بالله لو واحد عمل كبير من الكبير وأصر عليها الله تعالى يدعونا جميعا إلى التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه يا صاحب الذنب الثقيل أبشر إن ربك يدعوك إلى التوبة يا صاحب الذنب الثقيل مهما ثقلت ذنوبك مهما كبرت ذنوبك الله أكبر توب إلى الله واستغفر والله يتوب عليك طالما إن توبتك دي توب نصوح طالما إنك انت ندمت على اللي انت عملته قبل كده طالما إنك انت ناوي بعزم إنك ما ترجعش لذنوبك دي مرة تانية طالما إنك انت نويت إنك انت ترد المظالم طالما إنك انت توبت بإخلاص طالما إنك انت نويت إنك تبدل سيئاتك حسنات ونبدأ نعمل بقى طاعات وقربات جديدة نتسابق بها إلى رضا الله والجنة في سورة في سورة في سورة البروج يا أحباب آية برضو مدهشة تبين لك لطف الله بعباده قال الله قال الله إِنَّ اللَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق حتقول لي إحنا بنتكلم عن التوبة يا شيخ وتقول لي آية مدهشة في سورة البروج هي دي الآية أيوة طبعا لقت الآية دي بالتوبة ما تركز معايا أخي الغالي الله يقول ثم لم يتوبوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله تعالى يدعوهم إلى التوبة ويرغبهم في التوبة ينتظر منهم التوبة بعد أن فتنوا المؤمنين والمؤمنات قصة أصحاب الأخدود كما تعلمون الناس اللي فتنوا المؤمنين والمؤمنات دول أعدوا أخدودا قتلوا فيه أولياء الله قتلوا فيه أهل طاعة الله فاتنوا المؤمنين والمؤمنات بهذا الأخدود حيرموهم في النار وهذه فتنة للعبد المؤمن يترم في النار ولا يكفر بالله ويسمع كلام هؤلاء ويعود عن الإيمان فالله تعالى قال إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله تعالى ينتظر منهم التوبة أي أنهم لو تابوا بعد هذا الذنب الكبير جدا إنهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات الله يتوب عليهم ويقبل منهم يا لحلم الله تعالى الله يدهشنا بحلمه على من آذى الأولياء وآذى أهل الطاعة يقول لهم طب إنتم فتنت المؤمنين والمؤمنات هتوبوا ونقبالكم لو لم تتوبوا لكم عذاب عذاب جهنم وعذاب الحريق طب إذا تابوا إذا تابوا تاب الله تعالى عليهم يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم فإحنا عايزين نبدأ رمضان بتوبة جديدة التوبة الجديدة دي يختضيها إنك ما تعملش زنوب جديدة في شهر رمضان كانوا بيستعدوا في شهر رمضان بعمل مسلسلات بعشرة الملايين بمئات الملايين طيب إنت ناوي تعمل إيه ناوي تضيع صيامك ناوي تضيع حسناتك ولا ناوي تحفظ على توبتك الله تعالى يقول وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ يَا عَلَى الْقُمْلَةِ الْقَمِيلَ دِي الآية الحلوة أودي وكل القرآن جميل وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ الله يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ يَا تَارِكَ الصَّلَاةِ الله يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُ يَا مُقَصِّرَةِ فِي الْحِجَابِ الله يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكِ يَا مُقْبِلْ عَلَى الذْنُوبِ الله يريد أن يتوب عليك ياللي بتسبي بالدين الله يريد أن يتوب عليك ياللي بتشرف سجائر أو مخدرات الله يريد أن يتوب عليك ياللي بتخرجي في رمضان وغير رمضان متعطرة ومتزينة وانت خرجة لبس ثياب دي أو أصيارة أو مبينة شيء من جسمك الله يقول والله يريد أن يتوب عليكم ياللي بتنام عن الفرائض في رمضان وغير رمضان الله يقول والله يريد أن يتوب عليكم ياللي بقى لك شهور واسنين ممسكتش المصحف ولا ختمت ولا مرة الله يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يا أحباب إذا أردنا أن نستقبل رمضان استقبلا صحيحا فنبغي أن نستقبله بتوبة جديدة شاملة لله عز وجل نقبل إحنا وأهلنا وزوجتك وأولادك لله تيجي أنت وحبيبك لله عز وجل تقرب ولادك لربنا تراعي أولادك في حقوق الله عز وجل تكلم زوجتك عن ربنا تسألها عن حلها مع الله تراجعها في علاقتها مع الله عز وجل تقول لها صليتي ولا ما صلتيش قرأتي كم جزء النهاردة أنت وصلت لحد صورة إيدي الوقتي أنت إزاي ما بسبتيش المصحف النهاردة زي ما أنت بيبقى صعبان عليك أنها ما عملتش أكل النهاردة ما خلصتش اللي أنت طلب منها النهاردة ما جهزتش المكوى بتاعتك مثلا النهاردة أو اتأخرت فيها لا دا أنت ينبغي عليك يا حبيبي الغالي إنك أنت تكون أحرص على علاقتها مع الله عز وجل على دينها فأنت مسؤول عن هذا أمام الله عز وجل قال الله يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته هي دي الرجولة الحقيقية إنك تبقى راجل وتعرف تحافظ على دينك ودين زوجتك ودين أولادك الرجولة الحقيقية إنك تأتي بنفسك وبامرأتك وبأولادك وترضي الله وتدخل بهم الجنة كيف نستقبل رمضان يا أحباب نستقبل رمضان بسلامة الصدور عايزين نستقبل رمضان السنة دي يا أحباب وقلوبنا نظيفة أي حد زعلان مننا حنرضيه ونطيب خطره لله أي حد أنا زعلان منه أو أنت زعلان منه حنتصل عليه ابتغاء وجه الله عز وجل تتصل عليه ابتغاء وجه الله مع إن هو اللي مزعالك مع إنك أنت صاحب الحق عنده مع إن هو ديئك قبل كده مع إن هو أذاك قبل كده وأنت صاحب الحق حتتصل عليه لأن إحنا عايزين نستقبل رمضان بقلب نظيف بصدر سليم قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون محدش ياخد منها حاجة إلا من أتى الله بقلب سليم الناس اللي ألبها نظيف هم دول اللي حيبقوا موفقين هم دول اللي حيبقوا سابقين بين يدي الله عز وجل هم دول حيبقوا مقدمين عند الله عز وجل هم دول اللي حينجوا يوم القيامة في أول الناجين إلا من أتى الله بقلب سليم فإحنا عايزين ندخل رمضان إن شاء الله السنة دي بقلب سليم قلب سليم من الغل عايزين ندخل رمضان بقلب سليم من الحسد قلب سليم من البغضاء قلب سليم من الشحناء والكراهية قلب سليم من الخصومة والنزاعات صفي خلافاتك فضي كل نزاعاتك اللي موجودة في حياتك يعني في مشكلة بينك وبين أخوك انهيها زعلان مع أبوك أو والدتك انهي المشكلة دي رضيهم واسترضاهم في مشكلة مع زوجتك مثلا والزوجة زعلانة واخد على خطرها طيب خطرها صالحة ابتغاء وجه الله عز وجل في مشكلة مع واحد صاحبك أو واحد جارك نفض المشكلة دي وننهيها قبل ما ندخل شهر رمضان علشان تدخل شهر رمضان كده وانت رايق علشان تعرف تتعبد لله جل جلاله صح علشان تقرب لربنا وانت قلبك مش مشغول بأي حاجة قال الله إلا من أتى الله بقلب سليم من اللمحات الحلوة المهمة اللي ينبغي انك تستحضرها دوما ان اهل الجنة ليس في صدورهم غل قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب اللهم ادخلنا الجنة مع أول الداخلين بغير حساب ولا سابقة عذاب قولوا أمين اللهم أمين يا رب العالمين طيب معلشان ندخل للجنة بقى ونبقى زي أهل الجنة كده وربنا ينزع الغل من قلوبنا لأن أهل الجنة ما فيش غل في قلوبهم طيب ما تيجوا ننظف قلوبنا دلوقتي كي نكون من أهل الجنة وبلاش ان احنا نقعد نبرر نقول لا أصدق أذاني لا أصدق ظلمني لا أصدق عمل كذا لا أصدق اللي عمله ده ما فيش حد جرق أنه يعمله أبدا معايا في حياتي لا 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 ده أنا أصدق مش مقدرش نساله اللي هو عمله ده ده كله إلا الموقف ده عايزين نمسح كل السوابق دي ونفض هذه الخلافات علشان نعرف نقرب لربنا بجد في شهر رمضان النهاردة اللي زعلان مع امراته النهاردة مش عايز نفض الخلاف قبل شهر رمضان وقول لك لا 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 سيبك منها سيبها أنا أصدقنا لازم أقدبها ولازم أربيها طيب سيبها شوية كده وربنا يسهل إن شاء الله ربنا يسر أمور قبل العيد ممكن أفكر أننا نبقى أصالحها قال لا وما يدريك أنك أنت هتعيش لحد قبل العيد ارضيها دلوقتي صالحها دلوقتي أرغم أنف الشيطان الآن علشان هي تعرف تتعبد لله وإنت كمان تعرف تتعبد لله ويبقى بالك رايق وتؤجر فيها وفي أهلها افعل هذا ابتقاء وجه الله عز وجل لو في خصومة في حياتك نصحتي لك إنك تفض الخصومة دي وتنهيها قبل دخول شهر رمضان يوم يحصل عندنا فراغ الفراغ ده تقدر أنت تملى بقى بالطاعة إن شاء الله يبقى نستقبل رمضان بقلب سليم كيف نستقبل رمضان أيضا يا أحباب نستقبل رمضان بالبشر بنعمة الله بلوغ رمضان نعمة في ناس كتير جدا جدا من حبيبي وحبيبك مما عرفي ومعرفك ماتوا الأيام اللي فاتت الأسبوع اللي فاتت الكم شهر اللي فاتوا ماتوا خلال هذا الوباء صح ولا لا صح كم منهم اللي في سنة وسنك ومنهم اللي أصغر مني وأصغر منك ومنهم اللي كان أقوى مننا وأصح مننا ومع ذلك ابتلهم الله عز وجل وقضى أنهم سيموتوا وماتوا في الفترة اللي فاتت كانوا بيحلموا أنهم هيعيشوا عشر رمضانات لسه كمان عشرين رمضان كمان تلاتين رمضان كمان لكنهم لم يبلغوا رمضان وانا وانت الحمد لله ربنا عز وجل أكرمنا وسيبلغنا رمضان هذا العام احمد الله قول من جوه قلبك الحمد لله وقلها وانت فرحان مش وانت زعلان مهما كان ظروفك اللي انت بتمر بيها مهما كان من صعوبات الحياة اللي انت بتمر بيها غيرك عنده صعوبات أكتر من كده بكتير غيرك عنده مرار في حياته أكتر من كده بكتير غيرك عنده هموم أكتر مني ومنك بكتير قول من قلبك الحمد لله و احمد الله ان ربنا ادنا مهلة جديدة ان احنا نتنفس ونتنسم بنسيم طاعته مهلة جديدة ان احنا نصلي ترويح السنة دي في رمضان مهلة جديدة ان احنا نعرف نتهجد السنة دي في رمضان مهلة جديدة السنة دي ان احنا نتصدق في رمضان مهلة جديدة ان احنا نصوم رمضان هذا العام مهلة جديدة نحن نتوب توبة نصوحة قبل رمضان مهلة جديدة نحن نختم عدة ختمات في شهر رمضان هذا العام مهلة جديدة نحن نطلع زكاة ملنة في شهر رمضان مهلة جديدة نحن نصل أرحمنا في شهر رمضان مهلة جديدة نحن نفض نزاعاتنا قبل شهر رمضان كل دي ده دي نعم كبيرة جدا نعمة الصيام بس لوحدها دي نعمة تستوجب الشكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له وفي رواية من أدرك رمضان فلم يغفر له فقد خاب وخسر قل آمين أي قل يا محمد آمين فقال رسول الله آمين يعني جبريل بيقول للسيدنا النبي اللي ييجي عليه رمضان ومن يعمل شطاعة وقربات في شهر رمضان يقرب بها الربنا ده ماشي في سكة الخسران خاب وخسر يبقى جزاؤه الخيبة والخسران قل آمين يا رسول الله فقال رسول الله آمين هل تحب أن تدخل في هذه الدعوة اللي النبي دعا عليهم أن طالما ما استفدوش من رمضان وقربوا ربنا خابوا وخسروا ولا تحب أنك أنت تفوز برضى الله عز وجل إذا كنت تحب أنك أنت تفوز فلازم تبقى جاهز جدا لشهر رمضان وما تضيعش فرصة حياتك في شهر رمضان السنادي نستقبل شهر رمضان السنادي مهما كان من ضغوطات الحياة استقبله فرح فرحان يا رب إنك ادتني مهلة جديدة إني أصوم ده صيام يوم في سبيل الله جزاؤه بعد الله بينه وبين ناري سبعين خريفا العلماء بيقولوا ده ده جزاء صيام التطوع إنه فلا إنك تصوم يوم تطوع في سبيل الله ده ده مش صيام ده مش جزاء صيام يوم من رمضان ده ده جزاء صيام يوم تطوع فأي وقت تنغي رمضان أما رمضان فالله تعالى قال والصوم لي وأنا أجزي به الله تعالى هو الذي سيجزيك طب قدي إيه يعني هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إوعة تفطر في رمضان من غير عذر إوعة تكون تعرف حد بيفطر في رمضان ويستهين بالفطر في رمضان من غير عذر وما تحذروش وما تنصحوش وما توعذوش توعذوا وانصحوا وبين له أن فطره يوم من شهر رمضان من غير عذر كمرض ونحوه مثلا لو فطر اليوم ده من غير عذر هذا لا يكفيه الدهر يعني لا يكفيه صيام الدهر كفارة له حذروه يمكن يكون ما يعرفش لعله يستفيد بنصحتك وعذك وإحنا أمة دعوة أمة أمر بمعروف ونهي عن منكر قال الله كنتم خير أمة إن أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر افرح بصيامك استمتع بنعمة الصيام للصائم فرحتان ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الصائم صيامه سيشفى عليه يوم القيامة فافرح أن هذا الصيام الذي ستحسنه إن شاء الله حيبقى فرصيت حسناتك ويبقى سر من أسرار قبولك بين يدي الله تعالى قال رسول الله صلو عليه صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صيامك حيشفع لك يوم القيامة قراءة القرآن حتشفع لك يوم القيامة القرآن حيشفع لك يوم القيامة الصيام ده إحسانك للصيام حيبقى سبب من أسباب إنك أنت تدخل الجنة ومن باب مخصوص لناس الصيمين في صحيح الإمام بوخاري عليه رحمة الله وبركاته إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق دونهم نستقبل رمضان هذا العام استقبل مودع يعني استقبل مودع يعني عيش إحساس إن رمضان السنة دي آخر رمضان حنعيشه في حياتنا وإن السنة الجاية مش حيجي علينا رمضان زي ناس كتير من معرفنا وحبائبنا اللي هم دلوقتي يسكنون القبور عيش إنت هذا الحال أنا وإنت نعيش الحال ده إن رمضان ده آخر رمضان هنعيشه في حياتنا طب إذا من الله عز وجل علينا برمضانات بعد ذلك رمضان واثنين وثلاثة وعشرة فيما بعد هنعيشهم برضو هذا الإحساس لكن لما تعيش رمضان السنة دي تعيش طاعاته بهذا الحال حال المودع حتلاقي صلاتك صلاة مليانة خشوع وسكينة استحال أنك أنت تضيع فريضة أو نافلة ليه لأنك عايش حال إن رمضان السنة دي رمضان مودع ده آخر رمضان هعيشه حتتصدق بقى كم صدق ساعتها ده آخر رمضان هتعيشه هتتصدق ولا مش هتصدق مش معقول إنك أنت هتبخل على نفسك يعني طب ولما هتصدق هتصدق بكام طيب هتصلي ولا مش هتصلي مش معقول يبقى ده آخر رمضان ليكم ما تصليش يعني هتقابل ربنا عز وجل وإنت ما بتصليش طب لأ هتصلي في رمضان أي صلاة حالك مع الصلاح يبقى إزاي هتتحجبي ولا مش هتتحجبي ده آخر رمضان إنت هتعيشي بعد كده موت ها شفتوا أحباب أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الختام يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم اختم لنا بخاتمة الصالحين يا رب العالمين لما نعيش رمضان السنادي حلنا في حل مودع ودل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه للصحابة حتلاقي رمضان مختلف تماما في إقبالك على الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله علمني وأوجز فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع رجل بسيط جدا قال له يا رسول الله اديني نصيحة كده وما تكترش علي في النصيحة لأننا بنسة من كثرة العلم أنا عايز حاجة صغيرة كده أستمسك فيها فعلمها لي نصيحة وعلمها لي بسيطة علمني وأوجز فالنبي نصحه بهذه النصيحة الذهبية أنها تبقى قانون في حياته لو كل واحد فينا حط النصيحة الذهبية دي قانون في حياته حتلاقي علاقتك بربنا تغيرت للأحسن تماما النبي قال له إذا قمت إلى صلاتك وعرف أن الصحابي ده حريص على الصلاة رجل طيب وبسيط كده بس حريص جدا على الصلاة قال له إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع صلي على أن الصلاة دي آخر صلاة أنت حتصليها في حياتك حيبقى حالك إذا آه في الصلاة يعني لو هما سهامي سن في أذنيك وإنت ديسا بتقول الله أكبر سمعت كده صوت في ودانك كده كأن حد كده بيكلمك وقال لك دي آخر ركعة هتركعها دي آخر صلاة هتصليها ها هتصلي إزاي هتركع وتسجد في الركعة دي إزاي هتطول وتعيش خشوع وخضوع في الصلاة دي ولا هتفكر في حاجة تانية برا الصلاة طيب لو أنت شفت حلم أو رؤية أن بعد رمضان السنة دي أنت موت وبعدين اتكررت الرؤية دي مرة واثنين وثلاثة فشغلت بالك وقلبك وبقيت أنت تفكر فيها وبقيت حاسس أني إيه أني لا ده ده مش مجرد حلم ده دي رؤية أصلا شفتها مرة واثنين وثلاثة هتعيش رمضان السنة دي إزاي هو ده بقى القانوني اللي كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيربي عليه جيل الصحابة مع بساطتهم فقال لهذا الصحابي النصيحة الدهبية دي قال له إيه قال له إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع هتصوم صوم صيام مودع هتقرأ قرآن اقرأ قراءة قرآن مودع هتتصدق اتصدق صدقة مودع هتلاقي نفسك من تشبخيل بما لله الذي أتاك هتلاقي نفسك مش بتتصدق بالحاجة الأديمة أو البالية اللي ده بتيعني المستعملة لا أجيب جديد أو أعطي للفقير من حر مالي وأكثر يعني أكثر عليه في الصدقة أغدق عليه وأوسع عليه من مال الله الذي آتاني فالله تعالى قال وأنفق من مال الله الذي آتاكم والله عز وجل قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء أنت ممكن تكون حتتصدق بخمسين جنيه لكن لو عشت إحساس أن ده آخر رمضان حتعيشه في حياتك وأنك حتتصدق صدقة مودع حتتصدق بخمس تلاف جنيه بعشر تلاف جنيه هو ده الفرق بقى فهذا الحال بيدفعك إلى الله عز وجل دفعا تقوله أنا هحوش ليه بقى لا أنا أتصدق ويكون هذا في ميزان حسناتي فأجده عند الله يرضي الله فيرضيني الله تعالى وإذا أنا عشت يبارك الله تعالى لي في مالي ويوسع علي أكثر فالله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا كيف نستقبل رمضان هذا العام قلنا نستقبل رمضان بالتوبة النصوح لا تنساش قلنا نستقبل رمضان بسلامة الصدر وسلامة القلب وقلنا نستقبل رمضان هذا العام بالبشر الاستفشار بنعم الله تعالى علينا نحن في سلام وفي عافية بفضل الله عز وجل نحن عايشين في أمان نحن في خير نستقبل رمضان السنة دي بالفرح بالدين الذي نحياه الفرح بحالكة مع الله عز وجل الفرح أنه في فرصة جديدة نقرب بها ربنا عز وجل ربنا بيمهلنا بيها بيدينا فرصة جديدة نستقبل رمضان هذا العام بالدعوات المبركات للصائم دعوة لا ترد احرص أنك أنت يبقى ليك في كل يوم في كل ليلة دعوة تحفظ عليها فللصائم دعوة عند فطره للصائم دعوة لا ترد كل يوم جهز دعوة الله تعالى يقول وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَوَعَدَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِالإِسْتِجَابَةِ إِنتَ إِدْعِي وَرَبِّنَا عز وجلَّ حَيَسْتَجِبْ لَكُ جهز دعوة كل يوم معلمها لولادك يا ولاد النهاردة ادعو اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك هتنسى يا ابني ما تنساش يا حبيبي هتنسى يا بنتي تنساش يا ماما الدعوة بتاعي النهاردة نقول كده بكرا نقول لي مثلا نقول اللهم اهديني صعبة دي سهلة خالصة وكل يوم بتلقى نولادك دعوة نلح بها على الله طول النهار وطول الليل وانت خارج وانت داخل وانت قاعد وانت على طول تبقى الدعوة دي في لسانك رمضان فيه تلاتين دعوة لو اننا فعلنا هذا واستجاب الله تعالى منا هتلاقي نفسك فيه خير كبير بسبب هذه الدعوة اللي انت كنت بتحفظ عليها ايضا نستقبل رمضان بالمواساه وبالاحسان في وسط الظروف الصعبة اللي بعض الناس بيعيشوها الان في زماننا هذا وبعض من اجتمعتنا اولى بينا ان احنا نحيا بالمواساه ان اللي معاه يعطي اللي ما معهوش ان الغني يغدق على الفقير ووصي اخواني من رجال الاعمال ومن التجار ومن الاغنياء ان يخرجوا زكوات اموالهم الان وان لا يؤخروها وان لا يقصطوها ما تقولش اطلع زكاة مالي بالاست على شهرين ثلاثة اربعة لا وانما اخرج واكثر ولا تخشى من ذي العرش اقلالا انفق والله تعالى ينفق عليك النبي قال ما نقص مال من صدقة اصيكم نفسي بكثرة الانفاق في سبيل الله وبالصدقات فهناك كثيرون من المحرومين من الناس واسيوا على هؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامة واسع الله تعالى علي وعليكم بالحلال المبارك اللهم اني اسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تسلمنا الى رمضان وان تسلم رمضان لنا وان تتسلمه منا متقبلا اللهم اجعلنا من اول عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في اهلنا وفي من بقي من ابائنا وامهاتنا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم اجعل رمضان هذا العام بركة علينا وعلى احبابنا وعلى امة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من احب احبابك ومن صفوة اصفيائك اللهم هيئنا لان نكون من اوليائك كل عام وحضرتكم طيبين تقبل الله عز وجل مني ومنكم صالح الاعمال الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حاسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر احبكم في الله استبدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته